السلام عليكم. اهلا بكم. معكم دكتورة سمع انديل. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. اه. معنوان الميزات الاضافية لبرنامج الاكسال. وهنحسب الانحضار والارتباط والمقاييسة الوصفية. وكمان هنحسب الجدوة الانوفة. طبعا لما تيجي بتنزل الميكروسوفت اوهيس. فشركة ميكروسوفت منزلة. تنزل ما تيجي تنزل الميكروسوفت اوهيس. اه بروجرام. بتنزل معها سبعة اوهيس. منهم الوارد والباور باوربوينت والسيل والاكسس والنت والاوتلوك في سبعة اوهيس. طبعا الاكسال من ضمن البرامج اللي بتنزل. وبرنامج تحفى وفيه من بستخدمه في الحسابات وعمل الجداول اللي عمل تشارتز. ومنستخدمه في حاجات كتيرة جدا. arise from infected con whOkuhuge. نهاردة واحيان على حاجات كتير من الناس ما شاهده. انه لو شيفت التول برد. هلاقي فيه file في home. في insert وفي بعد كتير. في فورميولاه في data. في review في view. اه- اه- لو انا دوست على داتا هنا. ه elbow here عندürü اه- آآ-ㅋ واسمها data analysis. DUALSIS ده دي. طبعا انا عندي اه- اه- اهٍ- مكسولة اوفيس 2013. اه فلو لو اي حد داس على الاتا في التول بارس مش حيلاقي عنده الابشن ده. اه فالاول بيجي منين بقى كميزة ميزة اضافية بيجي اه لو انا عايز انزلها هاجي عندك اه فايل بريس فايل وحنزلتها فقط خاص فيه اوبشن وفي هنا اه 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 ا اه 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 قبل كورج هنضيف هنا اه اه حاجات جديدة. عندي حاجات جديدة كتيرة هي هي هاخد منها بس اول حاجة كانزنه نحن اخد مد تجمع اه هلاقي اكسر اه اه اد. وحقول له. جوا سلق behandle dialog box. شكل ده. هاختار من المعروف الذي لدي. الاسم. الاسم الذي لدي. الاسم. وانالسية منking ваши. اول ما تدوس كده. هتلاقي فيه داناتاocumented eighteen. الآن曾 Adventures ourprobT adolescence. وفيها ال公 lapse. اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. الوظائف اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. طبعا بعض الناس هتقول انت لو دستهم كده في اه اه الناس اللي بتستخدم الحسابات البسيطة هلاقي فيه هنا حاجة اسمها سام سميشن يعني المجموع والاوريج والكاونت نامبر والماكس ماكسمام باليو ومن من باليو. ولو دست هنا هلاقي فيه مور فانكشن. اه المور فانكشن دي بتختار الفانكشن اللي تعجبك وتبدأ تعمل ايه فانكشن وتعمل اه تعمل اه تعمل اه تعمل الحاجة اللي انت اه عايز. الجزء اللي في الداتا انالسيز مش مش هلقيه هنا يعني الجزء اللي في الداتا انالسيز. اه بتعمل اوبشن او فانكشن اكسترا فانكشن يعني. اه خلينا نشوف الفانكشن البسيطة خالص. لو انا عايز اعمل ساميشن اعمل افريج اعمل ماكسمام مينموم. هدخن مسلا بعض الارقام هيت. وهقول له عندي اه اعمل لي فانكشن اعمل لي ساميشن. لو دست اه ات ساميشن هيعمل لي ايه? هيعمل على الديجيطال اللي انا انا مدخلها هو النبر. واقول له ساميشن هيعمل ساميشن. بعد كده ممكن اختار هيقول يبال لازم هنا بتختار ايه? اه طبعا بختار الهو. بابدع اعلم الحاجات او الارقام الديجيطال اللي انا عايز اعمل لها. وبعد كده لو انا عندي كزا كولام عايز اعمل له ساميشن اعمل له افريج او عمل له ماكسمام. يدوق بعمل بس دراكي. يعني لو دخلت ارقام تانية كده اهي تلاتة وتلاتين وهكزا اي اه عدد من الارقام بالشكل ده لو عندي حتى اه اه اي 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 عمود او اي صفة اعايز اعمل لها سميشن هدوس دراج بس هعلم كده هيطلع لي اطلع لعلامة دي ده اصحابها كده هيبدأ يعمل لي ايه هيبدأ يعمل لي اه دراج ويعمل لي سميشن او ينفز لي هنا هعمل اه اه الافراج برضو نفس دي نفس الوقس طيب خلينا عشان ده طبعا الانسل ده محتاج خلقات كتيرة بس خلينا ناخد الحاجة اللي تهم الجماعة بتوع الاحصى خاصة الجماعة بتوع العلوم الانسانية اه او العلوم الاجتماعي اه فانا لو جيت هنا اه في ال data analysis او فتحتها هلا عندي data analysis ممكن اعمل انوفا single factor او عندي فاكتور اه 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 او فاكتور اعمل انوفا ليه معقولة على ال excel اعمل انوفا ممكن طيب الانوفا كمان فيه two factor ممكن نعمل two factors with the replication وممكن اعمل two factor with the replication يعني ممكن نعمل انوفا two factor without replication او without replication وممكن اعمل الحاجات بلا انا هتكلم عليها النهارده ال correlation هعمل correlation هعمل ارتباط اه وممكن با اه هعمل covariance وكمان با بكليك كواحدة هعمل اه حامل اه هجيب descriptive statistics اللي هي المين والمود والميديم والكل الصفات وال maximum وال minimum مش مش هحتاج بقى ان انا كل حاجة هختارها لع ده هنا ممكن بيكليك واحدة وانكليك هجيب descriptive statistics. اه خلينا بقى ننزل كمان ممكن هنا اه الحاجات المهمة اللي في هنا ممكن اعمل ممكن اعمل آآ علاقة بين بين متغيرين او اكتر ممكن اعمل خلينا كمان الحاجة المهمة آآ عندنا ممكن اعمل آآ اعمل انحضار اعمل اعتماد اعمل آآ يبقى انا ممكن احسن كمان معاملات التلازم هنا عندي من ال اكسل وممكن كمان لو انت عندك داتة كتيرة جدا وعايز تعمل 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 عملية سامبلينج تعمل تعمل اختيار مسلا سامبلينج عينات ممكن تعمل عملية الايه السامبلينج وفي تي تاست وفي الف تاست وفي ز تاست آآ دول اهم حاجة اللي انا هنشترى آآ عليهم خلينا نشوف لو انا عندي متغيرين آآ اكس وواي آآ فانا عايزة احسب مسلا بتاع آآ يعني علاقة بين متغيرين متغير احدهما مستقل والاخر تابع يعني متغير تابع للايه للمستقل آآ والعلاقة دي ممكن تبقى عكسية ممكن تبقى ممكن تبقى طردية على حسب العلاقة اللي عندي فانا مثلا علاقة بين الدخل والانفاق الشهري دخل الشهري والانفاق ممكن اه علاقة بين التسميد لو ما زاود التسميد والمحصول ممكن فانا آآ عندي الاكس المهم آآ عندي الاكس مستقل وعندي الواي يتابع وانا بدأ نحسب ايه فانا هعمل ايه هزلل هنا او حدوس آآ داتا انالسيز وحروح للريجريشن واقول له ادريجريشن واقول له اوكي اختار بقى عندي اختار هنا هيطلع للأكس والواي اكس وواي امبوت اكس رينج وواي امبوت واي رينج فانا هقول هدوس على آآ ان انا هختار الاكس او هزلل على كل الكولم اللي عندي هزلل كل واقول وادوس هنا على السهم الاحمر وبعد كده هختار الواي وارجع تاني هنا بيقول لي بقى السميق عندي عندي خمسة خمسة وتسعين الاوتبوت بتاعتي عايز تحطها فين الاوتبوت بتاعتي دي عايز تحطها فين ممكن تحطها في نفس اللي انا عملت على السهم الاحمر ده ممكن احطها هنا حطها هنا في النفس الشيت في نفس الايه الشيت الشيت بوك عندي طيب لو انا عايز بقى نحط في نيو واركشيت بلاي اما حطه في نيو واركشيت بلاي مفيش مشكلة عايز بقى نحطه في نيو واركبوك الفارغ نيو واركشيت ان انا هدخله في شيت جديد خلص الاكسل اه شيت جديد اه نفس في نفس الايه نفس الفايل اللي انا فقط او ممكن احطه في في فايل تاني مختلف عن الفايل اللي انا ايه اه اللي انا اشغال عليه اه في بقى حاجات تانية المتبقيات اللي عندي اه حيرسمني كمان يعني حيرسمني المنحنة حيرسمني العلاقة بين الاكس وبين ال بين ال بين ال وار وكمان اه حيجيب لي النورمال اه اللي هو هل الداتة دي بتمشي على النورمال تحت النورمال كيرب ولا لأ طيب تعالى نقول اوكي ونشوفه ايه اللي اللي هيكون وحنفسر الكلام ده طبعا معروف انه هو بيبقى علاقة خطية بين متغيرين احدهما مستقل اه والاخر اه تابع اه انديبندن وديبندن اه فاربول هنقول له اوكي طلع علي اهدات اهي طبعا بيطلع اهدات كتير جدا نبدأ نراه طلع هنا عندي اه ريجريشان اه 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 والاجستد اه 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 ا العلاقة دي علاقة اه معنوية فيه معنوية وغير معنوية من تحليل جدول انوفا بتاعه مع مين مع العلاقة بين الاكس والواي وكان العلاقة علاقة ايه علاقة اه نعنوية ولا خير معنوية تعالى بقى كمان الجدول التاني هيطلع لي الاكوشن بداعتي اه الاكوشن طبعا احنا عارفين ان دلوقتي لما نشوف الكارف المرسوم هشوف ان في حاجة يعني انا لو جيت كتبت العلاقة ايه العلاقة بين اله بتبقى خطية بيقول اللي هو الميل اللي هو الميل الخط بتاعي مع الايه مع الاكس الايه دي السابي دي هي عبارة عن كوفيشنط اهي اللي هي واحد واثناش والاكس اللي هي عبارة عن الايه السلوب بتاع الايه بتاع الاكس يعني انا رسمت الواي هات ده هي وعايز اجيب اي واي هات اه الايه هعوض عنها بواحد واثناشر وي البي هتبقى بواحد اه واثنين من ما في الاكس نقدر نعمل ايه بمعلومية الاكس هنجيب ايه الواي بمعلومية الاكس هنجيب الواي طبعا بيطلع لي بيانات كتيرة جدا دي مش اه اه صندر ايرو رهيت وعندي اه اللوار اللوار والقبر وبيحصل في حاجات طبعا بتبقى متقرارة تعالى نشوف بقى هل الداتا دي بتقع في النور مكير الكيرب ولا لا اهي هلا الداتا تطلع تطلع عندي في النور مكير في نور مالتي وي اه العلاقة بين الاكس والواي بص الجمال بص الجمال طلع العلاقة بين الاكس والواي والقى الجزء المقطوع لو انا رسمت خط بالشكل ده هيبقى ده الواي اللي هو اللي زرع ده اهون النقاط الزرقى والنقاط الورانج اللي هي الواي العلاقة دي وده اللي هميني ده اللي هميني رسم علاقة بين اه كمية كمية المحصول والتسميد اه مستوى الدخل والانفاق اي علاقة بين الهجات طبعا دي حاجات ممكن تبقى زيادة مش هتهميني اصلا في الشغل بتاعي هي بتطلع من حنايات زيادة ممكن نستخدمها وممكن اه 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 اهم حاجة وعلاقة بين الاكس والريزيديو ده اهم حاجة اللي هو الاكس لاين فيت بلوت اللي هو العلاقة بين الاكس وبين الايه بين اه بين الواي بكده نبقى تقريبا حسابنا سيمبل ريجريشن اه ليه اه مترقلة طيب لو انا عايز بقى احسب اه الكوروليشن لو انا انتفاعنا من data data analysis وحروح اقول له حسابي الكوروليشن عندي فين الكوروليشن هادوس مسلا اه سي عشان اوصل بسرعة اه هي الكوروليشن وهقول له اوكي اختار بقى هتعمل الكوروليشن بين اي وايه بين الاكس والواي اهو تقتل ذات سميها label حط label عايز الاوت range فين عايزها في نيو sheet ماشي عايز في نيو workbook ماشي عايزها في الشيت بتاعك ماشي فانا ده هتخلى لنا في النفس الشيت اهو عشان تطلع ايه تطلع عندي اه اه شيت واحد طلع اه طلع ايه طلع اهو الكوروليشن بين بين الاكس وبين الاكس طب هتطلع مية في المية هيبقى اوعى طبعا الكوروليشن دي علاقة ارتباط بين احد المتغيرات سواء اه اه مستقلة مع 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 التابع او التابع مع التابع يبقى علاقة بين المحصول مثلا ووزن الالف حاب او العلاقة بين المحصول والعدد الحبوب مثلا اه تمام العلاقة بين الدخل الشهري والمصروف اليوم يبقى ممكن يبقى تابع مع تابع او مستقل مع تابع او اه او الايه العكس الكوروليشن بيتراوح بين اه سالب واحد الى ايه الى واحد فالسالب عبارة عن اشارة يديني اشارة طردية السالب اشارة عكسية الموجب اشارة ايه اشارة اه طردية وكل مكان رقم قوة قوة ايه قوة الارتباط بيتبقى ايه الارتباط قوي اما الاشارة علاقاتا هي بتحدد عكسي او طردي اما الامى اما بقرأ براقم من الواحد اه بيبقى تبقى ايه تبقى علاقة قوية تبقى علاقة قوية اما بيبعد عن الواحد يقرب من سالب واحد بعلقة ايه ضعيفة وبتترد تبعد ضعيفة متوسطة وقوية وقوية جدا كمان. فهنا طبعا ال x و y ده تبعد قوية علاقة بين نفس المتغيق. هنا وبردو من 9 من 10 او 98 من 100 يعني علاقة قوية بين ال x وبين ال y بين الانفاق والدخل بين التسميد والمحصول بين ال تمام يبقى بين اي ايه طيب ده اسمه ده اسمه او الارتباط البسيط طيب نفترض ان انا عندي كلان اه متغير تاني وهنقوله هنرمزه باي ارقام كده ونشوفه نحسب المالتبل اه ازاي هنقوله برضو نفس الكلام هنقول data analysis ونجي نقوله اوكي وهنا حدد بقى مين ال input range بتاعي هدخل كل ال data اللي عندي وحشوف هيطلع لي ايه هيقول لي حعيز بقى الاود بود بتاعتك فين هقوله حطها لي هنا بعيد عن ال data اللي انا الاولانية اللي طلعته بالشكل ده هقوله اوكي اه عمل ايه علاقة بين الاكس والاكس وعلاقة بين الواي والواي هي اه هي اه اه علاقة بين الاكس والواي واحد او الواي بس علاقة بين الاكس والواي ايه والواي تو علاقة بين الواي والواي تو يبقى انا عمال لي ايه لو انا عندي كزا الصفة ممكن احسب كمان اللي ايه المالتي كوروليشن من الاكسل يبقى احنا النهاردة حسبنا وحسبنا وحسبنا خلينا نقول لو انا عندي عايز اعمل هنا هعلم عليها وهعمل ايه داتا انالسز وادوس سامبلنج وادوس سامبلنج وحبدأ انت عايز بقى عندك 100 رقم عايز منه كم رقم هنحدد له هنا نحدد دارينج بتاعي اللي انا اشتغل عليه وحديد له انا عايز كم سامبلز عايز كم عينة وابدأ اقول له اوكي ده ما فيهاش مشكلة يبقى انا اي حاجة عايز اعملها هروح لداتا انالسز وابدأ اشتغل طيب انا عايز اعمل هيستو جرام اه مثلا هيستو جرام بين الاكس والواي هقول له هيستو جرام واقول له ايه اوكي وهحدد الانبوت رينج والبين رينج اه الانبوت رينج هتطلع لي الواي الانبوت رينج الواي الانبوت رينج الواي وهقول له سمي هالي هنحطها دلوقتي في نفس الشيط وطلع لي بقى اه صورة الهيستو جرام اه او 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 ادبوت خلينا نشوف كل حاجة بلاس 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 بلاش او او ادبوت وخلينا نشوف هنحطه فين بقى هنحط الهيستو جرام بتاعي فين هنا اصف هنا اهو وهقول له اوكي هتطلع الهيستو جرام ده هتطلع في الفريقونسي فين الهيستو جرام دايب خلينا نشوف تاني قطر وزد ماشي وطلع الفريقونسي كمان هستو جرام اهو فين الدياتا مهم data analysis and الهيستو جرام وانا اقول له طلع علي الشرط او البوت شوف هيتطلع لي فين فلا عليهم ماشي طبعا لازم نحدد سياسف اطولي فين هنا مثلا واقول له اوكي اهو اهو طلع علي الهيستو جرام بتاعي اهو طبعا ممكن اه دي مش عايزها حزيفها يبطلع لي اهو حسابي الهيستو جرام اللقاء بين وحسابي الفريقونسي وده اه الواي وده بيقولي لو حصل عمية الكيميوليتر بتاعتي وده الفريقونسي ده حسابت عن طريق الاكسل الهيستو جرام ممكن اه احسب بقى لس ديسكريبتف اه ديسكريبتف استاتيستيك هنقول له اه احسب لي مثلا ديسكريبتف استاتيستيك بتاعي الانبود بتاعتي وحروح مسلا احسب لي العلى الواي مسلا للواي الكلام ده وهقول له اه هتحطه فين هنفترض ان انا هنحطه في اه هنا مسلا تحت خالص اهو وهنقول له اوكي اه ديسكريبتف استاتيستيك بطريق الاكسل وا茶يم Cabinet اختب лишь الامبود واكب ان resting مثلا خاذناش الامب اخاذه شهرم الي لابل وهنقول له اه حصوها الملكم اه هتلي الساماري وهاتلي كونفيدنس اه لاvel وهاتلي الارجسس I'll be اهه السنتر with their some age and can get trust اه. اذا من انهم. اه اذهب بسوث قديمة معجمالمة هنا ايه؟ اذهبون اذهبون من المال. اذا اذthereum. telink rodentine معجم الاسمل السعيد. jedermال المنوعيت ايضا. or istcaduration معجم المليكاتية معجم المال. ومعامل الانحرار والرينج والمينمم والمكسيمم والسوميشن المجموع والكونت عددهم واللارجست والاسمولست وكمان الكونفيدانس ليفل يبقى انا كده اه عرفت ان انا اقدر من الاكسيل اضيف اه ميزات جديدة ميزات مش عند حد اه واضيف داتا انالسيز وابدأ اعمل اه ممكن احسب انوفا ممكن احسب يعني انا لو عايز احسب انوفا الواي كمان بالمرة اه فحقول له وان طبعا ده اه فاكتور واحد سنجل انوفا وهقول له اوكي دخل الواي ايه وهقول له طبعا هنختار اه او تبخليها في النيو واركشيت بلاي عشان نجرب بقى وهنقول له عمل لي ليبل ونقول له اوكي اه انوفا سنجل فاكتور انبوت رنجشود كونتينت تو او مور بلوكس of data رنجد ورقى طيب ايب هو عايز يدخل اه انت عايز استعمل انوفا المين لده وده. اعمل لي ايه? اعمل لي هنا هو طبعا هو دخلي ايه? خلينا دخلي في ايه? على نفس نفس الفايل. انوفا سينجل فاكتور الجروب اكس واي الكونت ستة ستة السميشن اهو كمان التباين والانوفا اه بتوين كزا عندي كزا. بتوين طبعا اه بتوين جروب ووذين جروب. بين المعاملات وداخل المعاملات وخارجها. وحساب لي ايه? الانوفا وحساب لي كمان الاف المحسوبة والاف كريدت وحساب الام اس والاس اس وحساب لي كل طبعا ده بس الانوفا اه اه في الاكسل. يبقى انا كده عرفت ان انا ممكن اجيب عندي ميزات كتيرة في الاكسل اكسترا اه فانكشن. اه ممكن اتعامل معها ممكن اتعامل اه اه على حسب احتياجي ابدع بقى لما مش محتاج برنامج احصائي كبير ولا اس 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 ولا اساس ولا كوستات عشان نشتغل عليهم ممكن الاكسل اعمل كمان اصمم ال 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 التصاميم بس خلينا نشتغل في الحاجات اللي هي الاوبشن الافيلابل فيه. اه بكده نبقى خلصت محاضرة النهاردة وارب تكون محاضرة مفيدة وسريعة اه اشكركم كم معكم الدكتور عصام انديل ومع السلام.